مرحباً بالجميع من قناة دليل المسلسلات التلفزيونية الخاصة بي قبل الانتقال إلى الفيديو الخاص بنا إذا كنت لا تريد أن تعاني زينب وخليل من آلام الحب في الموسم الجديد وأيضاً إذا كنت تريد أن ينتهي الأمر بصنبول في السجن تماماً مثل البير قم بالإعجاب بالفيديو أدناه ودعنا نعرض رقمنا معاً أصدقاء هل ستكون زينب وخليل سعيدين في الموسم الجديد من تل الرياح؟ هل سيتم الكشف عن وجه صنبول الحقيقي بفضل القلادة؟ ماذا ستكون خطوة صنبول عندما تتذكر زمر دهانم كل شيء؟ هل سيجد خليل طريقة لجعل زينب تسامحه؟ هل؟ زينب وهليل سيجدان طريقة لجعل زينب تسامحه هل يتزوج خليل ولماذا لن يتمكن من إقامة علاقة في الليلة الأولى؟ هل ستكون المشاهد التي تظهر فيها زينب وهي حامل ويعلم خليل أنه سيكون أباً في الموسم المقبل؟ هل نات جنان وآسو؟ تمكنوا من الهروب؟ سأخبرك بكل ما تتساءل عنه في هذا الفيديو من فضلك لا تنسى مشاهدة الفيديو حتى النهاية وإذا أعجبك اشترك في قناتي وفعل جرس الإشعارات أيضاً إذا كنت تريد أن تبدأ سلسلة تل الرياح في أقرب وقت ممكن سأكون ممتناً لو تمكنت من ترك قلب أحمر كبير في التعليقات في حلقة الموسم الجديد من مسلسل تل الرياح ستقضي زينب ليلة رومانسية مع خليل في الليلة الأولى لزواجهما لكن رسالة غامضة تخرج من حقيبتها ستكون كافية لتقلب كل شيء رأساً على عقب عندما ترى زينب الرسالة والصور في حقيبتها ستعلم بشكل مؤلم أن خليل فعل كل هذا التعذيب لها ولعائلتها فقط للانتقام منه ومع ذلك إذا كنت تتذكر فقد تم جر جنان وآسو إلى وفاتهما في سيارة أجرة بواسطة قاتل مأجور استأجرته سونجول في نهاية الموسم ولم يتم بث أي مشهد عن مصيرهما بعد ذلك من المفترض أن يقفز كانان وآسو من الباب قبل أن تسقط سيارة الأجرة من الجرف ويهربان من الجرف في اللحظة الأخيرة لكن سيتم نقلهما إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة على الرغم من أن فكرت يخبر سونجول أنهما قد انتهيا إلا أنه سيتعين على واحدا على الأقل من جنان أو أسو البقاء على قيد الحياة حتى يتم الكشف عن الحقيقة ستطلب سونجول من فكرت أن يختفي فورا إذا فشل في القيام بشيئ ما بينما يخسر أحدهما كانان وآسو معركتهما من أجل الحياة فإن الآخر سيفتح عينيه أخيرا بعد أن ظل في غيبوبة لعدة أشهر لكن سونجول ستجعل الأطباء يدفعون أموالا طائلة بالطبع وإذا فتح المريض عينيه فأخبرني أولا من ناحية أخرى رغم أن زينب وخليل كان على علاقة سيئة لعدة أسابيع إلا أنني لا أعتقد أن انفصالهما سيطول لأنهما بطل المسلسل لن يتخلى خليل أبدا عن حبه المتمرد لزينب وسيجد طريقة لجعلها تسامحه وتنتصر على قلبها مرة أخرى لقد وصلنا إلى نهاية تحليلنا أيها الأصدقاء لا تنسوا التعليق أدناه والإعجاب بالفيديو الخاص بنا إذا كنا تريد أن تكون على علم بتحليلاتنا الجديدة للمسلسل يمكنك الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس الإشعارات